جلوس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أي بمكتل فيه تمر فقال بأبي وأمي وروحي الرحمة المهداة والنعمة المزداة قال عليه الصلاة والسلام أين المحترق آنفاء الله الله شايف اللفظة الجميلة أين المحترق آنفاء فقال الرجل ها أنا يا رسول الله ها أنا يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا العرق أي المكتل فتصدق به يعني أطعم منه ستين مسكينة فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أتصدق به على أفقر من أهل بيتي هو في أفقر مني أتصدق به على أفقر مني ده أنا في أمس الحجة إلى هذا العرق أي إلى هذا التمر إلى هذا المكتل من التمر على أفقر من أهل بيتي فوالله الرجل يقسم فوالله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر حتى بدت أنيابه ضحك حتى بدت أنيابه بأبي وأمي وروحي ثم قال له خذه فأطعمه أهلك الله 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 في رواة رقيقة جدا جميلة في سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرها بسند صحيح بمجموع طرقه أن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه جامع مرأته في نهار رمضان فعلا صحابي آه صحابي ما احنا بشر لسنا ملائكة بررة ولسنا أحجارا صلدة ولسنا شياطين مردة صحابي يقع في هذه المسألة الخطيرة ويجامع مرأته في نهار رمضان آه هو بشر نحن لن نقل بالعصمة لبشر إلا لسيد البشر ودفنت العصمة يوم دفن عليه الصلاة والسلام المهم سلمة بن صخر الأنصاري جامع مرأته في نهار رمضان ثم وجد أنه قد أتى أمرا عظيما جدا فأتى أمرا ثانيا عظيما هو الآخر عمل إيه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر الرمضان يعني إيه يعني أن لها أنت عليك ظهر أمي حتى ينقضي رمضان لازم تروح عند أهلك لأن كده حيقع في مسألة عظيمة فجامع مرأته في نهار رمضان وظاهر منها يعني قال أنت عليك ظهر أمي الحق بأهلك واستيقظ فذاب إلى أهلي وقال اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليخبره وليأخذ منه الحكم ماذا يصنع قالوا لا اذهب أنت والله لا نذهب معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها أبدا الدهر أنت اللي وقعت في المصيبة دي وانت اللي حل الإشكال اذهب أنت فضيقوا عليه أنه ما عندهمش جواب فذاب سلامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه جامع مرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت بذاك أنت اللي عملت العملية دي قال أنا بذاك فقال له صلى الله عليه وسلم أنت بذاك قال أنا بذاك فقال له صلى الله عليه وسلم أنت بذاك قال أنا بذاك أنا بذاك وَهَا أَنَذَا بَيْنَا دَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ فِيَّ حُكْمَ اللَّهِ بِمَا شِئْتِ فَاقْضِ فِيَّ بِحُكْمِ اللَّهِ كَمَا شِئْتِ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها فضرب سلمة بن صخر على صفحة رقبته وقال وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَمْلِكُ وَغَيْرَهَا والله لا أملك إلا ذي الرقبة الله أكبر فقال له بأبي وأمي وروحي صم شهرين متتابعين قال وهل وقع ما وقع إلا في الصيام يا رسول الله أنا ما قدرتش على صيام شهري فريضة أصم شهرين تطوع متتابعين قضاءا لا أستطيع قال له طب أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له بأبي وأمي وروحي اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وبن زريق هم أهل سلمة هم قومه فقال له اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفعوا الصدقة لي فخذ الصدقة فأطعم ستين مسكينا واستعن بسائرها أن توعيالك الله 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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي وأمي وروحي وقلبي عليه الصلاة والسلام اسم عبا سلم وهو رجع لأهله بيقول لهم إيه يا الله بيقول لهم ادفعوا لي صدقتكم أمرني رسول الله أن تدفعوا لي صدقتكم فوالله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله الساعة والبركة والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والبركة الشاهد إذن القضاء معناه أن يقضي من أتى مرأته في نهار رمضان أن يقضي هذا اليوم وأن تقضي مرأته هذا اليوم على خلاف في الكفارة بالنسبة للزوجة سأبينه الآن طيب السؤال هل الكفارة هل الكفارة على الترتيب الذي ذكرت أم على التخيير للعلماء قولان القول الأول أنها على التخيير والقول الثاني وهو الراجح وهو قول جمهوري الفقهاء أن الكفارة على الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يعتق راقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينة يبقى الكفارة دي على الترتيب على الترتيب النبوي اللي النبي وضعه وليست على التخيير يعني إذا كنت قادرا على الصيام فلا يحل لي أن أطعم ستين مسكينة وإنما يجب علي أن أصو مشارين متتابعين أما إن كنت عاجزا عن الصيام فحينئذ يلزمني الإطعام طيب هل الكفارة على الوجوب أم على التراخي للعلماء قولان منهم من قال بأنها على الوجوب ومنهم من قال بأنها على التراخي وهذا هو الراجح لأن الرجل حين لم يجد الكفارة أجلسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتاه التمر فقال له خذه فتصدق به ومنهم من قال هل تسقط الكفارة أم لا تسقط وللعلماء أيضا قولان القول الأول تسقط والقول الثاني وهو الراجح وهو قول جمهور الفقهاء أيضا لا تسقط الكفارة وهو ما رجحه الحافظ بن حزر في الفتح بكلام بديع لا تسع الوقت لذكره الآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الكفارة عن هذا الرجل فحينما جاءه التمر قال خذه فتصدق به ولم يسقط الكفارة عنه وإنما تبقى الكفارة دينا معلقا في رقبتي هذا الذي أتى امرأته حتى يرزقه الله تبارك وتعالى فيلزمه حينئذ أن يخرج الكفارة وهذا الوقت الذي تراخى فيه إنما هو من باب تأخير البيان النبوي لوقت الحاجة لوقت الحاجة إذ لما جاء التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به على ستين مسكينة وأن يستعين بسائره هو وعياله وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة إذن أول مبطل من مبطلات الصوم هو جماع الرجل الصائم امرأته في نهار رمضان وأنا أحدد لفظة الصائم له لأنه قد يكون الرجل عاد مثلا من سفر وهو مفطر قد يعود الرجل من سفر وهو مفطر وقد يجد امرأته مثلا مريضة قدرا مفطرة فله حينئذ أن يأتيها فله حينئذ أن يأتيها أما أن يأتيها وهو صائم وهي صائمة ففيه الحكم الذي بينت آنفا بالتفصيل ثانيا من مبطلات الصيام الأكل والشرب عمدا الأكل والشرب عمدا لقوله تعالى وكله واشربه حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فلا جوز للصائم أن يأكل في هذا الوقت عمدا وقصدا ذلكم الوقت الذي حدده ربنا تبارك وتعالى طيب من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا ما حكمه فليتم صومه وصومه صحيح باتفاق لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الله 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 دين جميل والله العظيم جميل من أكل من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه وصومه صحيح فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لكن خلي بالك هذا وقع بالفعل ممكن واحد يكون ناسي في أول يوم أو تاني يوم لسه ما تعودش على الصيام موسيقى